ترجمة نانسي قنقر للجنة الأولمبية البحرينية السعادة السيد محمد حسن نصف والوفد المرافق هذا وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال تواجده في العاصمة اليونانية أثناء برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني سعادة الدكتور توماس باخ مثين مثنيا سمو على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الأولمبية الدولية للارتقاء بالحركة الأولمبية في مختلف دول العالم مؤكدا سمو حرص اللجنة الأولمبية البحرينية للعمل يدم بيد مع اللجنة الولمبية الدولية لتحقيق المبادئ والقيم الولمبية والتفاعل الجبي مع مختلف المبادرات والبرامج التي تتبنىها اللجنة الولمبية الدولية وبحث سموه مع باخ آخر المستجدات المتعلقة بالعمل الولمبي وناقش معه سبل التعاون الثنائي حول مختلف المواضيع التي تهم الطرفين مشيدا سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة الولمبية الدولية في سبيل مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 والتدبير التي اتخذتها من خلال تأجيل أولمبيا توكيو من عام 2020 إلى عام 2021 وهو ما أدى إلى نجاحه في ظل المشاركة الواسعة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية وقدرة اليابان بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية في تأمين كافة الظروف المثالية وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية لتقام الدورة وسط أجواء آمنة ساهمت في إخراج الحدث بأزهى صورة وبدوره عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألمانية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبدلها اللجنة الأولمبية البحرينية على صعيد تطبيق مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات التي تتناغم مع أهداف الحركة الأولمبية مشيدا بما وصلت إليه اللجنة الأولمبية البحرينية برأسة اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة من مكانة متميزة على الصعيد الأولمبي والعالمي والقري والإقليمي في ظل العديد من الإنجازات التي حققتها والبرامج الرياضية التي طبقتها لتكون في طليعة اللجنة الأولمبية الفاعلة على المستوى العالمي